موسيقى أعزاء المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إصدارات الكتب الذي تقوم فكرته على مساعدة من يبحث عن أفضل الكتب للقراءة التي تملأ أوقات الفراغ ولا نمل من قراءتها أبدا وفي نفس الوقت نتعلم منها اخترت لكم اليوم عددا من الكتب الممتعة من مختلف التصنيفات حتى تناسب جميع الأزواق أرجو أن تملأ أوقات فراغكم وأن تستمتعوا بقراءتها فهي بعيدة تماما عن الملل والاعتيادية أعود إليكم بعد الفاصل فانتظروني أعزاء المشاهدين نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بكتاب صادر عن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية وهو كتاب المستوفى من شعر أبي تمام ديوان حبيب ابن أوس الطائي صنع الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أبو الشوارب بلغت صفحاته 3176 صفحة موزعة على ثمانية مجلدات نشرت في عام 2014 ولقد سعت المؤسسة إلى تقديم طبع مستوفى من شعر أبي تمام تجمع كل ما أمكن من الشعر المنسوب له في شروح ديوانه وطبعاته السابقة وما زاد عليها من مخطوطات الديوان والمصادر المتنوعة جمع هذا الكتاب 913 مقطوعة وقصيدة مما ينسب لأبي تمام بزيادة قدرها 387 قصيدة ومقطوعة أعزاء المشاهدين ومع إصدار جديد عن التربية وتعديل سلوك الأبناء للأفضل وكتاب ابني مشتت الانتباه من تأليف الدكتور إناس فوزي عام 2021 ترى الدكتور إناس فوزي خبيرة تربية وتعديل السلوك أن التربية موهبة مكتسبة وليس الجميع لديه تلك المهارة لذا فالمربون يحتاجون إلى اكتساب المزيد من العلم والمعرفة وعلى الأهل المبادرة للوقوف على وسائل التربية بالقراءة والبحث ابني مشتت الانتباه تلك الكلمة التي تتنقلها كثيرا على الشفاء ويأتي هذا الكتاب محاولة لرصد هذه الكلمة وتحليلها وفهم معنى تشتت الانتباه وعلاجه إن وجد أملين أن نساعد أطفالنا ونحتويهم ونحل المشكلة من جذورها وننقذهم من براثن التشتت فيحيوا مستقر النفس سعداء أعزاء المشاهدين ومع الصحة الجسدية وإصدار بعنوان مخ القلب وإعجاز رب الأكوان للدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ وطبيب مصري والصادر عام 2020 فالقلب ليس مجرد مدخل الدم فقط على الرغم من أهمية هذه الوظيفة ولكن له نظامه العصبي الخاص المستقل وهو نظام معقد يشار إليه بمخ القلب ويحتوي على 40 ألفا على الأقل من الخلايا العصبية بخلاف ما تم العثور عليه منها في مختلف المراكز تحت الكشرة المخية من الدماغ والقلب يتصل مع الدماغ وبقية الجسم من خلال طرق موثقة بأدلة علمية رصينة لذا فمن خلال هذه الأنظمة لاتصالات القلب البيولوجية مع المخ وكافة أعضاء الجسم التي تصلها نبضاته يحدث القلب تأثيرا كبيرا على وظائف المخ وجميع وظائف وأجهزة الجسم ومما جعل العلماء يكتشفون أن قلوبنا قد تكون في الواقع القوة الذكية أو العقل الذي يقف وراء تلك الأفكار البديهية أو الإلهام الذي يعترينا والمصدر الأساسي للمشاعر التي تنتابنا ونشعر بها تجاه الآخرين ولمحبي الروايات أقدم لهم الرواية التي حازت جائزة الخنجر الزهبي كأفضل رواية جريمة وهي رواية القحط لمؤلفتها جين هاربر ترجمة إسراء محمود ومن إصدارات عام 2022 والقحط هي أول رواية لجين هاربر وقد تم تحويلها إلى فيلم سينمائي وهي رواية تشوقية تحكي عن جريمة مروعة في بلدة صغيرة تملأها الأسرار الكبيرة تدور أحداثها في بلدة خيالية تبعد خمس ساعات عن ميلبرن يعود المحقق الفيدرالي أرون فوليك إلى مسقط رأسه بعد عقود لحضور جنازة صديق طفولته المقرب لوك يتعاون فوليك مع محقق البلدة لمحاولة كشف الحقيقة وراء مقتل عائلة هادلر المروع فيجد سيلا من الأسئلة بدلا من الإجابات يقول عنها ديفيد بلداتشي أنها من أكثر الأعمال التي قرأتها في حياتي سحرا كل كلمة فيها متقنة إلى حد الكمال وجاء عنها في نيويورك تايمز أنها مفاجآت تحبس الأنفاس في كل صفحة سر جديد يكتشفه القارئ حين يبحر بين سطورها أعزاء المشاهدين ومع آخر إصدار لحلقة اليوم والحديث عن السيرة الذاتية وكتاب صرير قلم ووقع قدم وهو سيرة ذاتية للكاتب السعودي والمعلم المدرسي فهد الحرب يقول الكاتب متحدثا عن كتابه أنه مذكرات معلم في رحلته التعليمية ذكرت فيه قصصا ومعاناة آمالا وآلاما أحدهما مضحق والآخر محزن من داخل أروقة المدارس وعظا طارة ومنتقدا طارة أخرى ذكرت فيه مواقف لا تنسى مررت بها وترائف من الأطفال تحدثت عن تأثير الكلمة الطيبة وفن التغافل كما تحدثت عن تغير الأجيال وتأثرها بوسائل التواصل وانشغال البعض عن الدراسة صرير قلم ووقع قدم كتاب تروي أسطورة المسيرة التعليمية لمعلم مكافح في أنبل مهنة وقد حفلت تلك المسيرة بالكثير من الطرائف والعبر الممتعة كما شابتها عدة تجارب مؤلمة ليستخلص لنا في نهاية كل موضوع يسرده بيتا من الشعر أو حكمة مفيدة أعزاء المشاهدين ما الكتب إلا رحلة تأخذنا من دنيانا لتلقي بنا في أمكنا وأزمنا أخرى رحلة قد تكون ممتعة أو مرهقة أو كلتيهما معا وقد تكون سهلة ومألوفة حد الملل رحلة قد نندم أننا أخذناها وقد نكررها مرات ومرات لكونها في كل مرة تفتح لنا أبوابا جديدة لم نلتفت إليها من قبل انتهت حلقتنا لهذا اليوم على أمل في لقاء جديد في أمان الله اشتركوا في القناة